هذا وتشهد مراكز التطعيم إقبالا من قبل الفئة العمرية من 3 إلى 11 عاما ممن يعانون من الأمراض التي تسبب ضعف المناعة على تطعيم سينوفارما المضاد لفيروس كورونا كما شهدت المراكز أيضا إقبالا كبيرا من قبل الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما لأخذ أحد التطعيمين سينوفارما أو فايزر بيونتيك والمتاحين لهذه الفئة العمرية وكانت توزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة الفرصة أمام هذه الفئات العمرية المذكورة لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا سينوفارما وذلك لتأمين الحماية والوقاية اللازمة لهم من خلال أخذ التطعيم